الاغنية انا هشتغلها المعاردة بوزناه كل من نفاكع نفس سوبر ستار يقدر يمسك الاغنية ديت ويغنيها من غير ما حتى نفهم ازاي نغني اصلا انجلش كل من نفاكع نفسه ودن بعض مش اكتر والقال زي ما شوفنا عمد الاغنة لماذا اخترت اغنية والمغنية الاول اسمها اداء مش اديلي ولا عديلي اداء عشان تطوري الاسمالي او مهارات الاستماع لازم تفهم حاجة لازم تفهم ان في حاجة اسمها السرور يعني ما تفاشل تبقى تسمع وخلاص من قبل ان تبقى لتعرف ان في طريقة معانا الكلام بالتقلبي النهاردة بقى حنت تعلم من خلال اغنية عملاية تقدال هي هلو ايه اكل الكلام بحيث ان انت لما تغنيها تبقى اقرب لي ونوطك يتزبط كمان شوية وتسمع احسن لان انت طول ما انت مش عارف او بيقولها ازاي وفاكرا انها بتتقلزم وتتكتب على الورق يما طعمك ما تسمعها موسيقى 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 طبعا كلنا هنا سمعنا ايه يعني اللي سمع اف يا عفاف وف عفاف ورحتك وحشة يا عفاف المهم في عفاف كانت موجودة في الموضوع معانا مش حقيقة دي اول حاجة احنا عشان لسه حسينا كده في الانجليش بدائي شوية ففاكريني كل كلمة هتمرت لوحدها معانا في حاجة اسمها بص معايا كده على على وزنها بقى دايما انما بتلاقي كلمة بتبتدي بفاول وكلمة اللي قبلها بتنتهي ب كونسونت اللي هو طبعا احنا عارفين فاولس وهتلاول قدلات عالصبورة بيشدوا الكلمة الجديدة وتربطها في الكلمة اللي قبلها دي لازق اللي بيربطوا بيها بعد ده معنا كلمة ما فيش حاجة اسمها مش لازم الحزق ما تقول لي طبق بقى بقى يعني من الاغنية خدوا طبق بقى انت بتقرق وانت بتقرق مش حاجة اسمها شير ات مين اللي شير ات في اول فريز دي ارى المكتب معانا واول فريز كان عندنا برضو حاجة تانية حصلت اللي هي اني بقى مقالتش اي ووقفت رياحة شوية وبعدنا قالت تمام لازم نفهم حاجة فالانجلش اي واي الاي والعي لو تيجى تتكلم بسرعة بتتاكل مابتتاكلش عال اي تمام تمام اه اوز اوز واندرين مش لازم تقول اي اوز نفس النظام ماي مش لازم تقول في الانجليش اسمي تتعبنا معك وتقول لي ماي نيم ما تقول لي ماي نيم ماي نيم اوز 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 ا بتنتهي بفاول ساوند أو أو يو يعني بواق بواق مضمون والكلمة اللي بعدها بتبتدي بفاول ساوند برضو بنربطهم بـW فمشل مش لازم تقول لي Go ahead ده النوت الماسي ما تقول لي Go ahead Go ahead Go over تمام؟ يو مش لازم تقول لي You and me ما تقول لي You a You a You and me I'm supposed to heal you but I ain't done my healing أنا أرسف تمر على بشعة الصوت يعني المهم time they say the time they say that time that و time الاتنين تي ليه تقول الاتنين تي ما تقول تي واحدة مش لازم تقول في الإنجليشي that وبعدين time that time they say that time that time تمام؟ عاوزين بها نتكلم على حاجة تانية supposed واحدة وهي مكتوبة supposed to في الإنجليش أي كلمة في الإنجليش أو أي verb ينتهي O-S-E أو U-S-E في المضارع بيتنتر الـS-Z زي use زي suppose لكن في الماضي بالذات لو تحط بعدها تو بيبقى عندنا الـS الزد في المضارع بيتقلب نطقها أنا بتكلم عن نطق بيتقلب S في الماضي في المضارع بيتقلب S في الماضي بقى بتتقلب S تتقلب S والـD بتتنطق T في supposed وعندنا كمان T تالتة نلزقها في T-D يبقى T واحدة فالكلمة تبقى بعد ما كانت supposed to be النطق المصري تبقى supposed ويوز لسا هتكلم في الأغنية دي برده بتبقى used But I ain't done much healing I ain't done much healing واحد يقول لي مكتوبة انت في العمية معنى مش زي في العرب يعني لو انت في العرب انت بتقول أنا لست خائفا يعني I'm not afraid لكن في العمية بتقول ايه I ain't, I ain't afraid I ain't afraid تمام ان بقى طبعا اتفقنا ان ال-N-O-T في American English التي ما بتقولهش في أحوال كتير قوي كنت عملت فيديو عن الموضوع دول زي مثلا انتر انترنت مش لازم تقول لي I don't know نفس النظام ان هنا مش لازم تقول انت تمام معنى انت او ان بتتقدم في أحوال كتير قوي مش وقت الفيديو سواء هيسمح احنا ما اتكلم عنها اكتر كده الترجمة اقتبقى دايما انطلع على الشاشة واحنا اشغالين انا اقول له بس شوات حاجات وده الشغل اللي مش لازم فيه في ال-classes بتاعتي وكل واحد بقى وقدرته هو عارف عنده اسرار فنالكس دي ولا لا او عارف ازاي يشروح للناس مش حقدر طبعا اتكلم على الامنية كلها والاسرار اللي موجودة فيها بس ارجع اسمع ال-verse دوت من حاجات الزغنونة اللي انا شرحتها وحتلاقي ان الليسنين بتاعك لانت متقبل للموضوع دلواتي حسنا شكرا ونوش تجربة جميعا يا الله اشتركوا في القناة